رأية الوطن لا تنتكس أبدا يوم خاص جدا 23 يوليو ثورة الازدهار للمجتمع المصري وتطبيق العدالة الاجتماعية وكمان فيها بنقدر نحن نشوف المستقبل ازاي ازاي هنبني على المبادئ اللي خرجت بيها الثورة واستكملها الحكام المختلفين لمصر وازاي نقدر نبني جمهورية جديدة بقواعد راسخة سواء في مجالات بنية تحتية في استثمارات في قطاعات مختلفة منها بالطبع قطاعات الطاقة واللي توجه الدولة المصرية فيها الحقيقة للطاقة النظيفة والمتجددة الهايدروجين الأخضر طاقة الرياح الطاقة الشمسية المحطات اللي أقيمت لهذا الشأن تحديدا وعدم الاعتماد على الطاقة التقليدية اللي هي الحقيقة بتنفد بشكل أو بآخر وملوسة للبيئة وأصبح التوجه العالمي مش بس التوجه المصري بالطبع للطاقة النظيفة والمتجددة امبارح السيد الرئيس اجتمع مع مسؤولي شركة أباتشي الأمريكية للبترول والغاز الطبيعي وكان فيه نوع من الاتفاقات المختلفة حول محطات الطاقة وعملية التنقيب عن الغاز الطبيعي واستثمارات مختلفة في هذا المجال بكل تأكيد هنتكلم طبعا عن التعاون مع هذه الشركة العملاقة وموضوع مهم وتفاصيل بشمال هذا الموضوع هنتعرف على مزيد من تفاصيل من الدكتور سامح نعمان أستاذ الهندسة وخبير الطاقة صبع الخير عليك يا دكتور صبع خير يا فن يا أهلا بحضرتك يا فن أهلا بحضرتك يا فن لو في البداية هذه تكلمنا عن أهمية تعزيز وزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة هي الطاقة هي الحياة الرئيسية أو العمود الفقري للحياة في جميع المجالات الطاقة التقليدية أو الطاقة الأحفورية فهي موجودة من زمان إحنا بنعتبرها الجد وبعد كده الطاقة المتجددة هي الأبناء والأحفاد اللي هو ما يستجد من الطاقة المتجددة زي الهيدروجين أخضر وما شبع ذلك الطاقة الأحفورية حاليا لا غنى عنها ولكن لما بنعمل اتفاقية مع شركة زي شركة أباتشي شركة أباتشي إنشأت سنة 54 وأصلا هي من أمريكا والتخصص بتاعها في الغاز والبترول وصلت مصر سنة 94 واشتغلت وأنتجت سنة 95 والشركة دي لها هي تعتبر من الشركات العاملة في مجال الهيدروجكربونات أما نتكلم عن الهيدروجكربونات يعني نتكلم عن البترول والغاز اللي اتنين مع بعض لها مساحة أو حق امتياز في مساحة 11 و2 من 10 مليون هكتار داخل جاملية مصر العربية ودي لها 23 امتياز داخل جاملية مصر العربية 19 منهم شغالين بينتجوا دي تالت أكبر منتج على مستوى البلاد داخل جاملية مصر العربية لها شركات في الصحراء الغربية اللي هي شركة خلدة اللي مسكة جنوب مرسى مطروح والصحراء الغربية بالكامل مسكة قطع بنسويف والفيوم وأكتوبر من شركة اسمها شركة أرون وبتشارك حقل شمال شركة أبو الغردي مع شركة موبيل أو شركة شيل فتأثيرها داخل جاملية مصر العربية تأثير قوي جدا مصر بالنسبة للشركة دي بتعتبر هي 21% من إنتاج الشركة عظيم وال14% من الاحتياط فإذا هي شركة 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 كبيرة جدا من 6 شركات داخل جاملية مصر العربية عالمية زي شركة إيني بي بي الإنجليزية وشركة أباتشي وشركة إينرجي ناس بتاعت ماليزيا وشركة كويت إينرجي وشركة شيل فهي من الشركات الوعدة داخل جاملية مصر العربية إزاي مصر بتكون وجهة جاذبة للمستثمر الأجنبي في هذا المجال تحديدا وإيه اللي بتكون القواعد الأساسية في الشراكة في عمليات التنقيب والاكتشاف وده سؤال قوي أنا عشان أروح أشتغل في مكان يبقى لازم أضمن الاستثمارات بتاعتي تمام إن أنا أشتغل وأخذ حقي إن أنا أروح في مكان يكون هو مجهز الأماكن الخلفية إن فين الاحتماليات لوجود البترول أو الغاز لازم تكون متوفر فإحنا بعد 23-20-20-14 أصبح فيه قاعدة بيانات للإحتماليات للآبار للغاز والبترول اللي موجودين داخل جاملية مصر العربية أدي حاجة لو هو هيكتشف في البحر فإحنا تم ترسيم الحدود في البحر الأبد المتوصل فإذن هو لما بيكي يشتغل بيشتغل في مكان آمن معروف أنه دي حدود البلد اللي يشتغل فيها طيب لو يشتغل في البحر هل فيه قوة تأمنه وتضمن حمايته أنه بيشتغل القوة البحرية ازدادت من بعد 2013-2014 فأصبح فيه حماية بحرية لأي واحد بيشتغل في البحر بالإضافة لو يشتغل على البر أفشور هيبقى موجود الحماية بتاعته فإذن القواعد استثمارات مؤمنة استثمارات مؤمنة سواء بقى في البحر أو في البر أنه بيضمن أنه ياخد فلوسه أن المكان مستقر في أمان أنه كمان فيه قاعدة بيانات ما بيزلش مجهود كبير ولا بيخسر فلوس كتير فإنه يعمل تنقيب ولكن هي الأماكن معروفة في في الداتا بيز موجودة بيروح تقريبا على هذا المكان طيب عظيم جدا دكتور زي ما حضرتك ذكرت فيه ست شركات عملاقة بتتعاون مع مصر في مجال الطاقة ومن أكبارهم طبعا شركة أباتشي بأذراعها المختلفة المنتشرة في كل المحافظات نتيجة هذا التعاون إيه فهم؟ نتيجة هذا التعاون هو هيبقى فيه ازدياد فيه استكشافات البترول والغاز داخل جمالية مصر العربية أخذ بالحضرتك شركة أباتشي يعني لو هي تشتغل معنا بنسبة الفترة اللي جاية هتشتغل بنسبة أعلى لأن احنا بنبص هي جاية منين؟ هي جاية من أمريكا شوف القاعدة الرئيسية في أمريكا حاليا إيه؟ القاعدة أيام ترامب تختلف عن بايدن ليه؟ أيام ترامب كان بيشجع الشركات الأمريكية أنها تشتغل داخل أمريكا وتنتج للبترول لما مسك ترامب قال أن الأساس اللي حطه ترامب أن البترول حينفذ في أمريكا أو هيبتدي قل الجامد في 2045 فبدأ يقلل من انتاجية استخراج البترول داخل أمريكا علشان يمتد إلى بعد 45 وصل إلى 50 أو 55 فبالتالي أول ما ترامب مسك وقف شركات البترول وألغى التعقدات على الأراضي الفيدرالية فبعض الشركات بدأت تخرج بره أمريكا النائبة بتاعته اللي هي بتتكلم نفس المنحة نفس المنحة بل أشد في هذا المنوال فإذا كل الشركات الأمريكية دلوقتي بتبحث على فين الاستثمار والمكان اللي فيه استثمار يزداد فيه الاستثمار ومفروض النسب بتبقى محددة للاستفادة للطرفين في العقد يعني الشركة الأجنبية ديها نسب قد إيه في عمليات التنقيب والبلد اللي فيها التنقيب نفسه مظبوط العقد شرعية المتعقدين هل بنشتغل إزاي أنا أمكناتي إيه كدولة هل أنا هساعدك بفلوس هل أنا جايبك تشتغل تنقب بفلوسي ولا أنت جاي بفلوسك والنسب اللي هتطلع بدي شكل عيد فدي بتختلف من مكان لمكان ومن بلد المتبعة عادة مالهاش قادة يعني أنا لو دولة غنية وبجيب شركة أجنبية تنقب عندي أنا اللي بتفعلها الفلوس فنسبتها قليلة إنما أنا لو ما عنديش فلوس وبجيب شركة هي بيبقى لها النسبة أكتر لأن هي دفعة أكتر مني فهي بتبقى نسبة وتناسب وبتبقى اتفاقيات بينهم وبنبع طبعاً على المدى الطويل ونتيجة الإنتاج طيب ده عظيم جداً من واقع خبرة حضرتك إزاي مصر بتستغل وتستثمر الموارد الطبيعية خاصة في قطاع الطاقة إحنا عندنا قطاع طاقة من جميع الحمد لله رب العالمين سواء بقى بطرول أو غاز أو طاقة شمسية أو طاقة رياح أو هيدروجين أقدر الكلام ده كله متوفر الحمد لله داخل جميلة الموارد الساعة أربية قطاع الطاقة من القطاع الإحفوري إحنا الحمد لله شغالين مع شركات عالمية وازدادت الاستثمارات بتاعتهم من بعد 2013-2014 ده حقيقي يعني نجل الطاقة الشمسية ظهرت وحصلت طفرة كبيرة من 2014-2020 مع وجود الطاقة التقليدية خلت مصر ارتفعت من من الرقم أو الترتيب 174 ل 76 فده كانت من 14-20 عملنا محطة طاقة بنبان محطة طاقة الشمسية دي من أكبر محطات طاقة الشمسية على مستوى الشرق الأوسط عندنا محطات طاقة الرياح في خليج الزيت وراز غارب دي من أكبر محطات برضو موجودة في الشرق الأوسط جمهورية مصر العربية تمتاز بالكامل أولاً المساحة موجودة المناخ ملأم جداً لإنتاج الطاقة الشمسية في أي موقع داخل جمهورية مصر العربية ولو أخدنا مثال اللي أنا قلته أكتر من مرة لو أخدنا 5 من 100 في المية من مساحة جمهورية مصر العربية هننتج 50 جيجا وات ساعة طاقة شمسية لمدة 6-7 ساعات في اليوم دي بضغطي الإمكانية بتاع جمهورية مصر رباً إحنا بنستهلك 37 ومص جيجا فلما بننتج 50 يبقى إذن مش هنستخدم موقود أحفوري طول النهار وهيبقى عندك فقط لدر إيه؟ تصدره ده بالنسبة لطاقة الشمسية طاقة الهيدروجين الأخدر عندك المقاومات الرئاسية بتاعتم هيدروجين أخدر الأساس بتاعه طاقة متجددة عندك الأرض وعندك الإمكانيات والمية المؤثرها والمية المحلقة إحنا عندنا ساحل بحر أبيض وساحل بحر أحمر الطول بتاعه أكتر من 2500 كيلو متر نقدر نعمل تحليه يبقى عندنا المية المحلقة يبقى إذن العنصرين الرئيسيين للإنتاج متوفرين وعندنا محطات التحليه فعلا ومفروض أننا أعتمد قدقيها على الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة في باقة الطاقة بشكل عام في مصر وإحنا دلوقتي كانت المفروض توصل 42% سنة 2035 إنما مع المشاريع اللي تمت والاتفاقات اللي تمت في كوب 27 هتوصل 42% في 2030 يعني قبلها بخمس سنين ويمكن تطلع أكتر من 42% طب التكلفة يا دكتور هو حضرتك التكلفة هنا بتعتمد على ناحية أنت بتجيب الحاجة منين وفرق دولار معنا قدقيه يعني حضرتك لما كنا بنعمل محطة طاقة شمسية من 10-12 سنة تختلف عن سعرها دلوقتي بكتير تمام فإذن لازم يكون فيها تأثليات من الجمارك ومن الاستيراد ومن عدم تخزينها في المواني لو الحاجات دي توفرت بسرعة هيبقى فيه استرداد كتير للطاقة أو لاستخدام الطاقة المتجددة ثانيا الاستخدام للطاقة المتجددة داخل جمالية مصر العربية لازم يحس بيه المواطن بمعنى أنه لازم يبقى فيه شراقة ما بين البنك وما بين الدولة وما بين المواطن ومحطات الطاقة الشمسية فوق البيوت تتعامل على حساب البنوك على حساب البنوك وبعدين المواطن بدل ما يدفع فاتورة الكهرباء يبتدي يدفع القصة بتاع المحطة المعمولة عند فوق نشوف النتيجة بتاعتها البنك بيستثمر فلوسه يستردها 7-8 سنين المواطن بعد 7-8 سنين بيبقى عنده الكهرباء ببلاش ده بيبيع كمان لو عمل شراقة لو يبقى ببلاش كامل طيب الدولة الدولة استفادت إنها مستخدمتش وقود أحفوري أثناء الطاقة المتجددة في البيوت أنا وفرت للدولة الكلام ده الأهم من ده كله البيئة مش يبقى فيها نسبة سنينوكسيد كاربون طلعة من محطات الطاقة التقردية طيب زي ما حضرتك ذكرت أن التعاون مع شركة أباتش شركة كبيرة وشركة أملاقة ده بيشجع مزيد من الاستثمارات في هذا المجال وحضرتك قلت برضو أن المستثمر كل اللي يهمه التأمين تأمين برا وبحرا وجوا وأن استثمارات تكون وطبعا بكل تأكيد مستحقات وطبعا يحصل عليها في التوقيت المتفق عليه في العقل بكل تأكيد وكل هذه المميزات موجودة بالفعل حضرتك قلت برضو أن احنا عندنا قاعدة بيانات للأبار اللي ما زالت موجودة حتى الآن وتحتاج إلى العمل عليها عايزين نطمر السيدة المشاهدين نحن لسه مصر فيها خير كتير جدا في هذا القطاع وإزاي نشجع مستثمرين أكتر للدخول لهذا القطاع أحداك المستثمرين كلهم عينهم على المناطق اللي موجودة في مصر بس هي طريقة التعامل طريقة التعامل طريقة أنك تجذبه أنك أنت بتجديره المميزات المميزات موجودة وإذا ما قلت لحضرتك الشركات هتنفر من بلدها وهتيجع لعندنا بهذا السبب مقاوماتنا موجودة كاملة لكن الحوافز إيه الحوافز ده وحضرتك هي نبص الحوافز الشركات بتاعت البترول جات من بعد 2013 جات كتير جدا جدا طيب دي كوقوق أحفوري كطاقة متجددة شركات كتيرة جدا وصلت كهيدروجين أخضر الحوافز اللي حطار إيس الوزراء من حوالي 6 شهور تخلي أي مستثمر يجي بتخلي المعدات اللي تستخدم في الهيدروجين أخضر كلها مع لهاش درايب أو بتدخل بدون الجمارك المباني مع لهاش درايب اللي بيعمل رخصة لأنه يشتغل الهيدروجين أخضر ما بيدفعش فلوس في الشهر الأقاري كل الحاجات دي مميزات بيجي ياخد الأرض المكان موجود في المحور القناة موجود المكان لإنتاج الهيدروجين الأخضر مرتبط بالعين السخنة بطريق بري خاص بالهيدروجين الأخضر وعنده مينة خاص رصيف في المينة خاص للتصدير وعنده أماكن للتخزين فإذا كل المقاومات في الجميع أنواع الطاقة متوفرة وإلا ما كانش عندنا مشاريع يبقى طاقة متجددة كبيرة جدا ما كانش يبقى عندنا شركات أجنبية تيجي تشتغل في الوقود الإحفوري أو شركات داخلة عندنا زي من أسبوعين للهيدروجين الأخضر اللي هو اللي احنا أخدناها من أوروبا من ألمانيا بـ 397 مليون يورو طيب دكتور إزاي شايف حضرتك اهتمام سيد الرئيس بهذا الملف لو ما كانش فيه اهتمام ما كناش من 2014 لـ 2020 قفضنا النسبة العالية دي في الترتيب العالمي ما كانش يبقى عندنا محطة بنبان أكبر محطة في الشرق الأوسط طاقة شمسية ولا محطات الزعفرانة والعين السخنة طاقة ريح أكبر منطقة وعندنا بعد حوالي سنة هيبقى عندنا أكبر محطة إنتاج طاقة مية طاقة كهربائية من المية اللي موجودة في جبل عتاء جبل عتاء هينتج 2.4 من 10 جيجاوار طاقة مية كهربائية؟ طاقة مية لأنه هو جبل عتاء جبل عتاء المية بتترفع فوق جبل عتاء بالطاقة المتجددة اللي هي المية المحلية بتاعت الأراضي الزراعية بترتفع فوق جبل عتاء لأنه هو فيه خزان صناعي فوق وبتنزل على 8 محور بتنزل من فوق على 8 محور بسرعة كل محور منهم آخره توربينا 300 ميجاواط الإجمالي بتاعهم 2.4 من 10 أصلاحنا عتدنا الطاقة الكهرومائية يعني السد العالي السد العالي هو ده سد عالي صناعي أي سد بس صناعي لأن الجبل عتاء لحوالي ارتفاع 800 متر فلما يكون فيه فوق خزان وطلع له المية بالطاقة المتجددة وبعدين المية تنزل من الارتفاع 800 متر بزوية معينة على توربينا 300 ميجا في كل محور من المحور يبقى عندي 8 محور أو 8 ممرات نازلة من فوق كل ممر 300 ميجا الإجمالية لهم 2.4 من 10 جيجا وات دول يدخلوا على الشبكة مباشرة لو فيه أي مشكلة وممكن يستخدمه في الطاقة المتجددة ده أول حاجة بتتعمل في الشرق الأوسط والخمسة عالمية هو الطاقة المتجددة من المية بـ 2.4 من 10 جيجا وات طيب دكتور إزاي مصر بتعتمد وبتستخدم التكنولوجيا الحديثة في الحفاظ على كفاءة الأبار الموجودة بالفعل هي دي حاجة من الحاجات الرئيسية للأبار وحفر الأبار لو رجعنا وراء كده سنتين 3 هنلاقي أن كان فيه مشروع متبنية ست الرئيس بتطهير جميع الأبار اللي تم اكتشافها والأبار الأديمة وكانت معروضة وتم فعلا التعاقد مع الشركات لتطهير الأبار سواء أبار غاز أو أبار بطرول ده كان من حوالي سنتين 3 فاته وده فعلا تم وتم التطهير وكان معروض كل الأبار اللي كان فيها مشاكل فيه أبار بتتحر من العمق وفيه أبار بتتحر من الحفة بتاعتها من فوق وطبعا وجاءة الشركات وبدأت شغال وحاليا شغالة في التطهير قد إيه الطاقة المتجددة ممكن تساعدني في تشغيل المحطات التقليدية للطاقة؟ حضرتك لو قلنا لو أخدنا 5% هتوفر المحطات التقليدية طول النهار طالما فيه شمس مفيش طاقة تقليدية تشتغل خالص ده لو أخدنا 5% في المية بخلاف أن أنا هصدر وأنا عندي 3 محاور جاهزين للتصدير للطاقة النظيف للطاقة المتجددة ودول أوروبا حاليا عندي مشروعات ربط كمان مع دول مهمة 3 واحد غرب دمياط ب120 كيلو وبيطلع على قبرص وبعدين على اليونان دي اللي محطة تسيل الغاز؟ لا محطة كابل كهرابي كابل بحري هينقل الكهرباء من غرب دمياط لقبرص وبعد كده على اليونان ده كهرباء والتاني هيطلع من بورسعيد على مرسى مطروح مرسى مطروح على إيطاليا على قلب أوروبا على ألمانيا ده 3 جيجة والتالت الأخير اللي اتعمل أو اللي اتعقد عليه في شهر واحد بتاع أسوان بقى 23 بتاع أسوان لا اللي هو غرب أسيود وهيطلع على بورسعيد برضو على مرسى مطروح على المنطقة الصناعية في إيطاليا وب3 جيجة دول تلك كواب البحرية لأن أوروبا دلوقتي بدأت تبعد عن كل ما هو وقود أحفوري وبتتجه لاستيراد تستورد الطاقة الكهربائية المتجددة ولاست التقلدية فإحنا بدأنا بال3 وإحنا أول دولة تعمل الكلام ده مع أوروبا لو محفوظ أن إحنا التوجه الدولة أن إحنا نكون محور لتصدير الطاقة وإحنا كده حضرتك من 4 سنين خمس سنين شغالينا على هذا المجال فإذا إحنا أول دولة بتدي 3 خطوط بحرية للتصدير لأوروبا وبعدين أوروبا تعتمد دلوقتي احتمال رئيسي على أنها تستورد الهيدروجين الأخضر سواء بقى في الأمونيا الخضرة أو في كهيدروجين هيدروجين كل الشكر لحضراتك كيف أندم على كل هذه المعلومات الدكتور سامح نعمان أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة شكرا جزيلا لحضراتك الآن في أن تستمر